بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلاب طلاب الصف الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد من دروس مادة الفيزياء عنوان درسنا اليوم تجربة يونج للشق المزدوج أهداف الدرس عزيز الطالب يجب عليك بنهاية مشاهدتك لهذا الفيديو أن تكون قادرا على أن توضح من خلال تجربة يونج للشق المزدوج السلوك الموجي للضوء عندما يمر عبر شق المزدوج تستخدم العلاقة لمدة تساوي دي اكس على دي في حل مسائل عددية الربط بالمعرفة السابقة أجب على هذا السؤال أكتب قانون حساب الطول الموجي عندما يمر الضوء عبر شق مفرد أحسنتم نعم القانون لمدة تساوي دي ساين سيتا يمكن قراءة القانون بشكل آخر دي تساوي لمدة تقسيم ساين سيتا أو ساين سيتا تساوي لمدة تقسيم دي أحسنتم بارك الله فيكم تجربة يونج للشق المزدوج قام العالم يونج بإجراء تجربة لإظهار أنماط التداخل الضوئي كما نرى في هذه الصورة حيث قام بالحصول على حزمة ضوئية من ضوء الشمس ثم قسم هذه الحزمة باستخدام هذه البطاقة التي نراها أمامنا واستقبل ضوء الشمس القادم من بعد تقسيمه بهذه البطاقة لاحظة وجود نمط تداخل على الشاشة كما نرى هنا يمكن إجراء تجربة يونج حاليا باستخدام ضوء الليزر حيث يمر ضوء الليزر خلال شقين ضيقين ونستقبل أنماط التداخل على الشاشة وأنماط التداخل تكون عبارة عن أهداب مضيئة تتخللها أهداب مظلمة كما نرى عندما يمر الضوء خلال هذين الفتحتين والتي تسمى الشق المزدوج يحدث لهما تداخل هنا دخلت موجة ضوئية وهنا مرت موجة ضوئية تداخلت الموجتان ونتج لنا أنماط التداخل كما نرى على الشاشة لكي نفهم أكثر عن أنماط التداخل في تجربة يونج دعنا نشاهد معا الرسم المتحرك التالي في هذا الرسم تمر الموجات الضوئية من خلال شق واحد فيحدث لها ظاهرة الحيود ثم تمر خلال الشق المزدوج فيحدث لها ظاهرة التداخل ونرى أنماط التداخل على الشاشة لنرى معا هنا لاحظ معي عزيز الطالب أنه عند مرور الضوء خلال الشق المفرد نتج عن ذلك ظاهرة الحيود وعندما مر خلال الشق زوء الفتحتين أو الشق المزدوج نتج عنه ظاهرة التداخل أدت إلى وجود أنماط التداخل كما نرى الهدبة المضيئة والهدبة المعتمة الأولى والهدبة المضيئة الأولى يمكن أيضا أن نستنتق قانون حساب الطول الموجي من هذا الشكل كما نرى هنا المسافة بين الهدبتين المسافة بين الشقين وهي تمثل D إذن D small هي المسافة بين الشقين المسافة بين الشاشة والشقين وهي D capital والمسافة بين أي هدبتين من نفس النوع مضيئة أو معتمة معتمة تسمى بالتباعد الهدب X إذن يمكن جمع هذه المدلولات الثلاثة في القانون لمدة تساوي DX على D إذن الفرق بين الأهداب المضيئة والأهداب المعتمة رأينا في الرسم المتحرك كيف تكونت الأهداب المضيئة والأهداب المعتمة إذن ما الفرق بينهما لنجري ذلك في جدول المقارنة من حيث نوع التداخل وفرق المصار أسمع إجابتكم واضحة أحسنتم الأهداب المضيئة تكون تداخلا بناء هي ناتجة عن تداخل بناء والأهداب المعتمة هي ناتجة عن تداخل هدام بارك الله فيكم أحسنتم فرق المصار هنا فرق المصار مضاعفات أعداد صحيحة من الطول الموجي أحسنتم بارك الله فيكم طيب تعرفنا أيضا على التباعد الهدبي ما المقصود بالتباعد الهدبي؟ أحسنتم بارك الله فيكم نعم هو المسافة بين هدبتين مضيئتين متتاليتين أو المسافة بين هدبتين معتمتين متتاليتين والآن لنقوم هدفنا الأول ما الذي يحدث عند استخدام الضوء الأبيض في تجربة يونغ؟ إذا استخدمنا ضوء أبيض في تجربة يونغ ماذا تكون النتيجة؟ ماذا يكون شكل أنماط التداخل؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم نعم أسمع إجابتكم تكون الأهداب أكثر انتشارا ويقول لها ألوان الطيف المري والآن مع الهدف الثاني أن تستخدم العلاقة لمدة تساوي dx على d في حل مسائل عددية نتذكر معنا العلاقة يمكن استخدام تجربة الشق المزوج في حساب الطول الموجي كما نرى باستخدام هذا القانون لمدة تساوي dx على d ويمكن كتابة القانون بأكثر من شكل ما هي اللمدة وما هي d وما هي x وما هي d capital؟ تعال نتعرف على مدلولات القانون معا لمدة الطول الموجي يقاس بالمتر d المسافة بين الشقين أيضا تقاس بالمتر x التباعد الهدبي أيضا يقاس بالمتر ودي capital وهي المسافة بين الشق المزدوج والشاشة وأيضا تقاس بالمتر يجب أن تكون كل الوحدات بوحدة المتر كما نرى تابع معي هذا المثال رقم 3 بالكتاب صفحة 18 يوضح الشكل تداخل شق مزدوج تبلغ المسافة بين الشقين 4.6 14 سالب 4 إذن ما هي المسافة بين الشقين؟ أحسنتهم هي d small طيب بينما تبعد الشاشة عن الشقين مسافة بعد الشاشة عن الشقين وهي d capital 2.5 متر الوحدات متر متر إذن لا يوجد تحويل احسب الطول الموجي للضوء المستخدم أين ال x؟ ال x على الرسم x 3 0.3 سنتيمتر إذن هذه تحتاج إلى تحويل بالضرب في 10 أس سالب 2 أحسنتم بارك الله فيكم نعم المطلوب هو حساب اللامدة طول الموجي القانون أحسنتم نعم لمدة تساوي dx على d إذن نعود في القانون لدينا d ولدينا x بعد التحويل بضرب في 10 سالب 2 ولدينا d capital ونحتاج إلى اللامدة إذن نعود بالأرقام d 4.6 ضرب 10 سالب 4 ضرب ال x هنا ضربنا في 10 سالب 2 اللي هي 0.003 وقسمنا على d capital اللي هي 2.5 نتج لنا 5.52 ضرب 10 سالب 4 متر وهو الطول الموجي للضوء المستخدم المطلوب الثاني ينطج من الضوء نفسه تباعد هدبي من الضوء نفسه إذن لنستخدم هذا الطول الموجي للضوء الذي حصلنا عليه في الخطوة الأولى تباعدا هدبيا مقداره 0.4 سنتيمتر إذن التباعد الهدبي هنا اختلف إذن x هنا 0.4 سنتيمتر تحتاج إلى تحويل بالضرب في 10 سالب 2 إذن المطلوب مننا ما المسافة الفاصلة بين الشقين إذن المطلوب d small إذن كانت المسافة بين الشاشة والشق المزدود هي نفسها اللي هي d capital اللي هي 2.5 متر إذن القانون المستخدم d تساوي لمدة d على x ولنعود بالأرقام لمدة كما حصلنا عليها في الخطوة الأولى 5.52 ضرب 10 سالب 7 ضرب d capital اللي هي 2.5 قسمة d small اللي هي 0.4 سنتيمتر هنا حولنا أصبحت 0.004 والناتل يكون 3.45 ضرب 10 سالب 4 متر تقويم الهدف الثاني حل السؤال رقم 4 صفحة 24 بالكتاب لنذهب معا إلى الكتاب صفحة 24 ونحل هذا السؤال بإيقاف الفيديو يمر ضوء أحادي اللون ومترابط عبر شقين ضيقين كما بالشكل نلاحظ الشكل معا ونلاحظ المعطيات المطلوبة مننا أو الموجودة معنا في المسألة هنا معنا d capital اللي هي المسافة بين الشقين والشاشة 8 متر لدينا التباعد الهود بx 1.1 سنتيمتر هذه تحتاج إلى تحويل ولدينا المسافة بين الشقين أو فتحتين الشق المزدوج 0.05 سنتيمتر إذن تحتاج أيضا إلى تحويل هنا بالضرب في 10 سالب 2 هنا بالضرب في 10 سالب 2 إذن القانون المستخدم احسب الطول الموجي إذن القانون هو كما تعلمنا لمدة تساوي dx على d ونعود في القانون إذن لمدة تساوي 0.05 ضرب 10 سالب 2 ضرب 1.1 ضرب 10 سالب 2 أيضا قسمة 8 إذن يكون الناتج 6.87 ضرب 10 سالب 7 وهو الطول الموجي المستخدم في هذه التجربة والآن أبناء الطلاب أترككم مع الواجب هذا الواجب على تطبيق Microsoft Teams عليك الذهاب إلى التطبيق وحل الواجب خلال 24 ساعة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته